شائز المنفصل والواجب المتصل لمد أربع أو خمس حركات فما هو المقدم فيهما والله هذه قصة المقدم يعني قصة جديدة ما كانت موجودة ولا أدري ما معنى مقدم منه هل معنى كلمة مقدم يعني الوجه الثاني غير صحيح ولا أضعف من الأول ما أدري الذي يقولون هذا المقدم في الأداء ما أدري ماذا يريدون ماذا يريدون بقولهم المقدم في الأداء لعلهم يقصدون أكثر ورودا لكن لا يعني هذا أن الوجه الثاني ضعيف أو أن الوجه الثاني لا يقرأ به انتبهنا أخواتي أما بالنسبة للمنفصل والمتصل فنحن نعلم بأننا نقرأ القرآن من طريق منظومة حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي برواية حفص المودعة في هذه المنظومة وهذه المنظومة العلم الذي فيها أخذه الإمام الشاطبي من كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمر الداني أما الإمام الشاطبي متوفى خمسمية وتسعين هجري خمسمية وتسعين الإمام أبو عمر الداني متوفى أربعة 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 أربعمية وأربعة أربعين وهو شيخ شيوخ الشاطبي يعني الشاطبي بينه وبين الداني طبقتين تقريبا طبقتين وقال في الشاطبية وفي يسرها التيسير رمت اختصاره وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فالإمام الشاطبي نظم كتاب التيسير لأبي عمر الداني أبو عمر الداني في كتاب التيسير لما تكلم عن المد والقصر قال عن القراء فأطولهم مدًا ورشًا وحمزة اللي هي إيش؟ مرتبة الطول ثم عاصم اللي هي خمس حركات ثم ابن عامر والكساء ثم قالون والدوري عن أبي عمر في أحد الوجهيني عنهما انتبهنا كيف؟ فالداني في التيسير ذكر غير القصر ثلاث حركات وأربع حركات وخمس حركات وست حركات ركزوا معي شوي حتى تفهموا الإمام أبو عمر الداني ذكر في التيسير فوق القصر اللي هو الحركتين يعني ثلاث حركات أربع حركات خمس حركات ست حركات وعطل خمس حركات لمين؟ لعاصم مين وهذا عاصم؟ شيخ حفص واضح لعندهون؟ طيب الإمام الشاطوي لما جاء الله يرحمه ذكر لنا تلميذه الإمام السخاوي علي ابن عبدالصمد السخاوي تلميذ الشاطبي وهو أول من شرح الشاطبية قال كان شيخنا يقول السخاوي عم يتكلم عن الشاطبي قال كان شيخنا يقول هذه المراتب لا تكاد تنضبط شو ذكر عنه؟ قوله هذه المراتب لا تكاد تنضبط فالشاطبي رحمه الله في الشاطبية ركزوا معي شو حقول اللي إله ثلاث حركات رفع له ياها للأربعة اللي هني قالون ودوري أبي عمر واللي إله خمس حركات اللي هو عاصم نزل له ياها للأربعة معناته لغى كم مرتبة؟ لغى مرتبتين ما هما لثلاث حركات والخمس حركات شو بقي عند الشاطبي الأربع حركات والست حركات عطى الست حركات لورش ولحمزة انتبهنا وعطى التوسط للباقين وعطى التوسط للباقين فلذلك لما نحن منقرأ من طريق الشاطبية منقود من مد المنفصل والمتصل أربعة بأربعة نحن في هذا متابعونا لمن؟ للإمام الشاطبي طيب وإذا مدينا خمسة بخمسة بنكون متابعين لمن؟ للإمام الداني صاحب التيسين مين الأصل؟ الأصل الإمام الداني لأنه هو الأخدم انتبهتوا كيف؟ نعم فلذلك نحن نختصر الطريق ما منكتر كلام على الطلاب من شاء ما يتشوشوا أنا عم بشرح هذه الكلام لكم لأنكم مدرسات انتبهنا؟ فنحن منقرأ أربعة بأربعة أو منقرأ خمسة بخمسة من عادة الشخصية وليست ملزمة من عادة الشخصية وليست ملزمة بقرأ الأخ لما كان يقرأ عليه الإخوة النصف الأول من الختمة أربعة بأربعة والنصف الثاني خمسة بخمسة أو العكس أو العكس إما نبدأ الختمة خمسة بخمسة فإذا وصلنا للكهف أو منتصف القرآن نأخذ النصف الثاني أربعة بأربعة من شان الطالب يكون تلقى الخمس حركات وتلقى الأربع حركات وضبطها على أستاذه تتوفر جميع مؤلفات فضيلة الدكتور على الموقع الإلكتروني www.gothani.com ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر